ونروح لملفنا الأهم الأهلي والوداد إزاي شفت أحمد وسريعاً عشان عايزين نتكلم في المواطنش اللي جاي أكتر وعايزين نروح التمرينة كمان مع متابعة السادسة إزاي شفت مباراة الزهاب أهم الإجابات اللي شفتها فيها وأهم السلبيات من وجهة نظرك أهم الإجابات طبعاً ندل أهلي كان مستحوز عن مباراة طول تقريباً 90 دقيقة وندل أهلي كان ضغط فريل وداد المغربي ومستر كله كان أحلى حاجة أنا شايف أنه كان عملها وأنه كان بادئ المباراة بضغط كبير جداً على فريل وداد لأنه كان عارف أعتقد أن الوداد المغربي هيقابل النادي الأهلي من نصف ملعبه فكان الضغط الكبير طبعاً ومن قلش أنه عارفك الناس برضو بتتكلم في أن الوداد المغربي نحن يجب أن نكسبه بسكور لا الموضوع مش كده خالص لا بالعكس النادي الأهلي بيقابل فريق أو منافس قوي جداً خرج منافس قوي جداً سان داونس فأعتقد النادي الأهلي قدم شوت أول مميز جداً أصفر عن الهدف شايف أن حسين الشحات يعني بغض نظر أنه عمل هدفين أنك حسين الشحات بيمر زي ما أنت قلت طبعاً بس أنا أبين خسين هقول لك أنه جمهور الأهلي شايف أنه الأهلي أنه نتيجة اللقاء لا تعكس سير اللقاء أو لا تعكس أحداث اللقاء والهدف توقيته كمان أنا معاك طبعاً يعني بص هو المكسب في حد ذاته مهم جداً أنك أنت تكسب أنت كم فاينل كسبت أو كم بطولة من العشرة أنت خدتهم كنت محقق نتيجة سلبية أو كنت محقق تعادل هنا ومع الوداد على فكرة دايماً دايماً من قبل الوداد في النهايات ما بنكسبش مباراة الزهاب على فكرة يعني دايماً حتى التاريخ معنا دايماً مباراة الوداد أغلبة تبقى تعادل فإحنا على فكرة نتاكد أن هي نتيجة برضو إيجابية ومرضية طبعاً طبعاً أكيد 2-0 غير 2-1 لكن نتيجة مرضية طيب خليني أخد من أحمد الإجابات وروح لبليال في السلبيات أهم السلبيات اللي شفتها في أداء الأهلي في مباراة الزهاب يعني يمكن أبرز السلبيات طبعاً هو تلقي مرمق هدفها على أرضك خاصة أنك بتخوض المنافسات في ظل قاعدة ما بقيتش موجودة في العالم كله هي قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين نتمنى بقى أن هي تتلغي يعني بصراحة الموضوع بقى أوفر قوي يعني أنت يومًا محتاجتها حتى مع منتخب مصر في مباراة الجزائر قالك ده إحنا موقفينها تقريباً كانوا معطلينها يعني يعني حتى إحنا كمصرين يومًا محتاجناها ما استفدناش منها فمش منطقي يعني على أقل خروج فريق زي سانداونز من البطولة بدون ولا هزيمة لمجرد أن الهدف خارج الأرض بهدفين فريق اتحاد العاصمة بيتوج باللقب رغم أن ينجي أفريكانز مسجل هدفين زيه زي التحدي الجزائر آسف فالموضوع الهدف خارج الأرض بهدفين بجد نتمنى أنه يتلغي اه تلقي المرمق الهدف فيه حاجات بقى نشرحها طبعاً يعني من السلبيات أن إحنا حذرنا هنا في الحلقة قبل المباراة أنه قلنا أن البساط اللي بنعملها من منطقة جزائنا وإحنا بنخرج بالكورة كانت سبب في خسارتنا للقب الموسم الماضي بالهدفين بتوع زهير المترجي للأسف قررناها في مباراة الزهاب ولكن إن شاء الله الهدف ده يكون دافع وحافظ للعابة النادي الأهلي إن هي ما تتطمنش زيادة للنتيجة وتروح هناك بحوافز ودوافع إضافية